ما العدد المفقود؟ أربعة زائد عدد مفقود يساوي ثمانية عشر الطريقة السهلة هنا بدل أن تضعوا الأربعة في عقلكم وتعدوا بأصابعكم إلى أن تصلوا إلى الثمانية عشر ستأخذوا وقتا كبيرا من الأربعة إلى الثمانية عشر مسافة كبيرة جدا ستنتهي أصابعكم وأنتم لم تصلوا بعد إلى العدد الثمانية عشر إذن ما هي الطريقة الأسهل لكم هنا؟ استخدام الطرح ماذا نطرح؟ صحيح أن الجملة جمع لكن لإيقاد العدد المفقود سنستخدم الطرح نطرح العدد الكبير الذي يوجد دائما في الناتج إذا كانت العملية جمع ناقص العدد الصغير لنبدأ ثمانية عشر ناقص أربعة كم يساوي؟ الآن معي جملة الطرح كيف أجد الناتج؟ بالعد تنازليا كيف أعد تنازليا؟ أضع في عقلي ثمانية عشر وفي أصابعي أربعة ثمانية عشر يأتي قبلها سبعة عشر ستة عشر خمسة عشر أربعة عشر إذن الناتج هو أربعة عشر إذن ما العدد المفقود؟ أربعة عشر لنتأكد ما هو العدد المختبئ خلف هذه البطاقة صحيح إنه الأربعة عشر ممكن طالب آخر يقول يمكنني أنا أن أجد الناتج بسهولة ماذا سيفعل؟ يقول يلاحظ هنا الأعداد يلاحظ الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات كانت الآحد أربعة وأصبحت ثمانية إذن كم أضفت لها؟ أضفت لها أربعة الآن جاء دور العشرات كانت العشرات صفر وأصبحت عشر واحدة كم عشر أضفت؟ أضفت فقط عشر واحدة الآن أجمعها أربعة وعشرة أربعة عشر إذا ظهر لي نفس الناتج لنقرأ هذه الجملة لدى سامي خمس مكعبات ويحتاج إلى ستة عشر مكعبا ليصنع مجسمه الخاص كم عدد المكعبات الإضافية التي يحتاج إليها؟ ماذا سنفعل هنا؟ في البداية لا بد أن نفهم القصة العددية ونترقمها إلى جملة عددية الرياضية لدى سامي خمسة مكعبات إذن خمسة يحتاج إلى ستة عشر إذن هذا هو الناتج لنترك الناتج الآن نذهب إلى المطلوب كم عدد المكعبات الإضافية؟ إذن لا نعلم كم عدد المكعبات الإضافية إذن هنا العدد المفقود خمسة زائد عدد مفقود يساوي ستة عشر الآن السؤال هو ما العدد المفقود؟ لاحظوا هنا مسافة كبيرة من الخمسة إلى الستة عشر فالأسهل لكم أن تطرحوا الأعداد تقولوا العدد الكبير ناقص الصغير ستة عشر ناقص خمسة يساوي أضع العدد الكبير في عقلي وخمسة في أصابعي ستة عشر وأنزل لأن معي طرح ستة عشر خمسة عشر أربعة عشر ثلاثة عشر إثنى عشر إحدى عشر الناتج هو إحدى عشر إذن لا أنسى العدد المفقود إذن أتذكر العدد المفقود كم صار العدد المفقود؟ إحدى عشر الطالب الممتاز لا بد أن يتأكد الآن هل خمسة زائد إحدى عشر يساوي ستة عشر؟ نعم خمسة زائد إحدى عشر يساوي ستة عشر الكبير في عقلي والصغير في أصابعي وأعدوا تصاعدياً ممكن طالب آخر يقول من الخمسة إلى الستة يلاحظ الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات الخمسة صارت ستة إذن كم أضفت؟ أضفت واحداً أتذكرها هذه الواحد العشرات كانت صفر وأصبحت عشرة واحد وعشرة إحدى عشر إذن كما ذكرنا خمسة زائد إحدى عشر يساوي ستة عشر ترجمة نانسي قنقر